Treatment of ALL علاج سرطان الدم اللينفاوي الحاد يحتاج المرضى الذين يعانون من سرطان الدم اللينفاوي الحاد إلى العلاج في أقرب وقت ممكن بعد التشخيص ويعتمد نهج علاج كل مريض على النوع الفرعي للفرد وعوامل الخطر وأهداف العلاج يتم علاج سرطان الدم اللينفاوي الحاد بواسطة عدة طرق مثل العلاج الكيميائي يتم تقسيم مرحلة العلاج هذه إلى عدة مراحل أولاً تهدئة المرض في هذه المرحلة الهدف الرئيسي من العلاج هو محاولة القضاء على الخلايا السرطانية والوصول إلى مرحلة التهدئة وتتمثل بعدم زيادة نسبة الخلايا الأرومية في نخاع العظم عن 5% وصورة طبيعية للدم المحيط وعدم وجود أي أعراض للمرض ثانياً تكثيف العلاج يتم دمج عدة أدوية مع بعضها وتعطى للمريض بهدف محاولة القضاء على المرض أو تقليل الخلايا السرطانية إلى مستويات ضئيلة جداً ثالثاً المداومة على العلاج وتستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات يعطى المريض جرعة يومية عن طريق الفم من مركبتو بيورين وجرعة أسبوعية من ميثوتركسيت ويتم تقليل العلاج تدريجياً عند التأكد من عدم وجود الحد الأدنى من بقايا المرض طرق أخرى للعلاج العلاج الإشعاعي يستخدم العلاج الإشعاعي حزماً عالية الطاقة مثل الأشعة السينية أو البروتونات لقتل الخلايا السرطانية ويحدث هذا إذا انتقلت خلايا السرطان إلى الجهاز العصبي المركزي زرع نخاع العظم زراعة النخاع العظمي والمعروف أيضاً بزراعة الخلايا الجذعية قد يستخدم كعلاج تعزيزي مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بانتكاسة أو لعلاج الانتكاسة عند حدوفها يعطي هذا الإجراء الفرصة للمصاب بسرطان الدم لاستعادة الخلايا الجذعية السليمة من خلال استبدال خلايا نخاع العظم المصابة بخلايا من نخاع عظم سليمة صحية وتكون مأخوذة من متبرع سليم وبالتالي تنمو الخلايا الجذعية السليمة في الدم وتتضاعف لتشكل النخاع عظمياً جديداً وخلايا دم جديدة هناك نوعان رئيسيان من زراعة الخلايا الجذعية واحد نوع خيفي وفيه يتلقى المرضى خلايا جذعية من متبرع متماثل أو غير متطابق جزئياً أو من متبرع غير ذي صلة اثنان نوع ذاتي وفيه يتلقى المرضى الخلايا الجذعية الخاصة بهم العلاج المناعي يمكن أن يسمى أيضاً بالعلاج البيولوجي وهو مصمم لتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية لمحاربة السرطان ويستخدم مواد مصنوعة إما من قبل الجسم أو في المختبر لتحسين وظائف الجهاز المناعي أو استهدافها أو استعادتها ترجمة نانسي قنقر